اشتركوا في القناة بعد صدور حكم جديد لفائدة الحارس الجزائري غاية مرباح ضد الرجاء وتأخر مسؤولي الفريق الأخضر في تسوية النزاع في الموعد المحدد قبل أن يلزم فيفا الفريق المغربي بتسديدها قبل المشاركة في الدوري أبطال أفريقيا وأصبح نادي الرجاء الريادية المغربية منزما بتسوية وضعيته المالية عبر تسديد ديون النزاعات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أو محكمة التحكيم الريادي كاس حتى يسمح له بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل إلى جانب نادي الجيش الملكي ويتعين على نادي الرجاء الريادية لاستجابة لشروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف حتى يتجنب الاستبعاد النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ويتعلق الأمر بالسلام المالية والإدارية والقانونية إضافة إلى امتلاك ملعب لاستضافة المباريات إذ أفاد مصدر مسؤول في إدارة نادي الرجاء الريادي العربي الجديد وفضل عدم ذكر اسمه بأن إدارة النادي تسعى جاهدة لإقناع عدد من لاعبيه السابقين بسحب شكواهم مقابل تسلم مستحقاتهم المالية عبر ثلاث دفعات بعدما حصلوا على أحكام نهائية بشأنها وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع عدد من اللاعبين السابقين من أجل التوقيع على الاتفاق حتى يتمكن نادي الرجاء الريادي من رفع عقوبة المنع من التعاقدات خلال مرحلة الانتقالات الصيفية وخوض مسابقة دوري أبطال أفريقيا وفقا لشروط كاف لا سيما أن قيمة ديونه المتراكمة تفوق حاليا الواحد فاصل اثنان مليون دولار وكشف المصدر أن نادي الرجاء الريادي يحاول إقناع ستة لاعبين بتوقيع اتفاقيات لسداد مستحقاتهم عبر دفعات وهم وليد الصبار مئتان وعشرة الاف دولار مروان هدهودي أربعمائة وعشرين ألف دولار حمزة مجاهد مئتان وعشرين ألف دولار جمال حركاس مئة وستين ألف دولار أنس الحداوي مئة وعشرة ألف دولار غالى مرباح خمسة واربعين ألف دولار وكشف موقع العربي الجديد على أن قيمة الديون المتراكمة حتى الآن ارتفعت إلى خمسة وثلاثين مليون دولار بعد أن كانت تسعة وعشرين مليون دولار الصيف الماضي ما قد يهدد عددا من الأندية بالإفلاس حيث يعد نادي الرجاء الريادي الخاسر الأكبر من قرار حيمانه من التعاقدات الصيفية نظرا إلى حاجته لتدعيم صفوفه بلاعبين كبار حتى يخوض النسخة المقبلة من منافسات دور أبطال أفريقيا بطموح التتويج باللقب علما أنه غاب عن المنافسات الأفريقية خلال السنتين الأخيرتين بسبب تراجع نتائجه في الدوري المغربي يذكر أن نادي الرجاء الريادي يحتل المركز الثاني في مصابقة دوره المحلي برصيد ستين نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر الجيش الملكي ما يعني تأهله رسميا لخوض مصابقة دور أبطال أفريقيا الموسم المقبل وارتبع عدد ملفات نزاعات الرجاء الرياضي المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الريادي خلال السنوات الأخيرة بشكل أطار كثير من التساؤلات وهو من عكس سلبا على نتائج الفريق الأخضر وحضوره القاري في المسابقات الأفريقية وتضم قائمة الأندية المغربية الممنوعة من التعاقدات في المريكات الصيفية المقبل بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كلا من الوضادة الرياضي شباب المحمدية اتحاد طنجة المغرب الفاسي مولودية وجدة أولمبيك أسفي الدفاع الجديدي شباب قسبة تادلة ورجاء بني ملال أولمبيك خريفغا والمغرب التطواني